مراسلنا في ريف دمشق بلال أبو صلاحي ينضم إلينا من هناك مرحبا بك بلال بداية لو تطلعنا على الأوضاع في حي القابون الدمشقي بلال نعم مساء الخير لكم ومن جميع المشاهدين حقيقة حي القابون الدمشقي ما زال يعاني من الحملة العسكرية الهمجية التي يترموها النظام في هذا الحي الصواريخ الأرض تنهال منذ الصباح الباكر على حيي التشرين والقابون الدمشقيين بنسبة أكثر من 60% أصبح حي تشرين الدمشقي مهدم وعلى الأرض اليوم النظام يحاول التقدم بحسب ناشطين من حي برزة الدمشقي اليوم النظام يحاول التقدم من بساتين برزة حيث قام المجاهدون بإفشال هذه المحاولة وبتدمير دبابة لقوات النظام وإعادة الأرطال التي كانت متقدمة على هذه الجبهة إلى مشفى تشرين العسكري بعد أن تم إفشال محاولة التقدم كما اليوم حاول النظام التقدم على جبهة حزرمة في الغوطة الشرقية وأعلن المقاتلون عن تدمير دبابتين لقوات النظام خلال هذه المحاولة ومنعوا النظام من التقدم على أي نقطة يسيطرون عليها المعارك كانت كروفر لكن النظام لم يستطع الثبات في أي نقطة متقدمة على نقاط المقاتلين كما جدد اليوم الطيران حربي غاراته على الغوطة الشرقية حيث شن الطيران الحربي غارتين على أطراف مدينة دومة وعدة غارات على المرج في الغوطة الشرقية ما أدى إلى ارتقاء ست شهداء من المدنيين ووقوع عشرات الجرحة كما أعلن الهيئة الطبية العامة في الغوطة الشرقية عن توقف النقطة الوحيدة في منطقة المرج نقطة الطبية الوحيدة في منطقة المرج بعد استهدافها بغارة من الطيران الحربي لتصبح خارجها عن العمل بشكل نهائي نعم بلال بالنسبة لأوضاع المهجرين من حيئة القابون الدمشقي الذين عبروا الأنفاق ليصلوا إلى مدينة دومة هل من جديد في أوضاعهم هل وجد لهم مأوى أم ما زال حالهم كما السابق نعم النازحون من حيئة القابون الدمشق وحيئة الشرين طبعا حيئة الشرين هو الذي ينال النصيب الأكبر من قصف قوات النظام عن حيئة القابون النازحين من الحيين إلى داخل الغوطة الشرقية تم تأمين مأوى لهم إن كان بالبيوت أو ضمن مدارس أو ضمن تجمعات سكنية تم تأمين المأوى لهم داخل الغوطة الشرقية المحاصرة لكن هناك الكثير من العائلات من نزحوا إلى حي برزة الدمشقي المهادم مع النظام وباتوا ينامون في الشوارع وفي المدارس وفي المساجد الكثير من العائلات تنام في الشوارع في الطرقات تحت البرد تحت مآسي الحياة في الشوارع طبعا حي برزة الدمشقي اليوم الأوضاع فيه شبه يعني الأوضاع الأمنية غير مستقرة أبدا الحي خالي من المواد الغذائية بنسبة كبيرة يعتمدون على بعض دعم مؤسسات الإغاثية في هذا الحي شكرا لك مرسلنا في ريف دمشق بلال أبو صلاحة